خرجنا اليوم نصرة للحق ومكافحة الفساد الساد في القطاعات الحكومية نطالب بالأتي واحد وحاسبة كل من أفسد في البلاد وقام بنهب أموال الدولة اثنين نطالب بفتح مكتب خاص بهيئة شؤون الشهداء والجرحة والأسر والمفقودين وتكون تباية القيادة العامة القوات المسلحة مباشرة نظرا لما تعرضنا له من تهميش وعدم الاعتمام بنا وعلاجنا في المستشفيات خارج البلاد من قبل من دوبين الجرحة في مدينة جدابي ثلاثة نطالب بفتح تحقيق في مشاريع المدينة المتعثرة أربعة نرفض استغلال المدعو صنع الله والصدي الكبير وعرقلت حياة المواطن اليومية من قطع السيولة النقدية والكارباء خمسة باقي محاسبة باقي من أفسد في حكومة الصراج وأيضا من أفسد في حكومة الثني ستة نجدد دعم للقيادة العامة القوات المسلحة العربية الليبية اشتركوا في القناة